تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ورفع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مقام جلالته السامي أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء في برقيته على ما حظي به ميثاق العمل الوطني من تأييد وتوافق واسع نال الثقة الشعبية المطلقة في مشروع جلالته الإصلاحي التاريخي وأرسى دعائم الدولة الحديثة في مملكة البحرين مشيدا بما تحقق في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى من منجزات حضارية ومكتسبات وطنية شاهد على المسيرة التنموية الشاملة لكل ما فيه خير ونماء وازدهار الوطن والمواطن سائلا المولى تعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة في عهد جلالته الزاهر ترجمة نانسي قنقر